وحول هذا الموضوع يسر أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار أسيد عبيرلي العبيرلي رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لشركة التقنية أهلا بك سيد عبيرلي أهلا وسهلا طبعا بداية نتحدث عن أهمية مثل إنعقاد مثل هذا المؤتمر وهذا المعرض الدولي الذي يعنى بموضوع نعتبره اليوم في غاية الأهمية ما مدى أهمية استضافة مملكة البحرين لهذا المؤتمر مثال خير أغتنم هذه الفرصة لكي يحيي مشاهديك ومستمعيك نحن اليوم أو غدا سنعقد النسخة التاسعة لهذه اللقاء أو لهذه الفعالية وتتوزع عمال هذه الفعالية على مجموعة من محاور جميعها تصب في طار واحد وطار تسخير تطور الذي تشده تقنية الاتصال والمعلومات لما في خدمة تطور الاقتصاد البحريني وتعزيز مكانته على المستوى الأقليمي والدولي تتميز فعالة هذه السنة أنها تناقش مجموعة من غرش العمل أولها ما يسمى بتقنية البلوكتشين ثانيها ما يسمى بتقنية الارتيفشل انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي وثالثا إمكانية بناء منصة إلكترونية عربية تخاطب احتياجات السوق العربي نعم طبعا اليوم هذا المؤتمر أو هذا المعرض يحمل عنوان التكيف المبتكر للتحول الرقمي ماذا يعني التحول الرقمي؟ كيف يمكن أن يتم التكيف بين الاقتصاد وبين التحول الرقمي؟ التحول الرقمي هو الحقيقة يعني بناء خطة أو تأسيس لخطة تتولى تحويل المجتمع من مجتمع تقليدي إلى مجتمع رقمي وكما نعرف عندما نتكلم عن القضايا التحول الرقمي لم تعد قضية مجرد أجهزة ومعدات هي منظومة تحاول أن تعالج كافة فعاليات وأنشطات المجتمع فإذا خذنا على سبيل المثال انترنت الأشياء هي مجرد ما تتحدثين عن التحول الرقمي باستخدام تقنية انترنت الأشياء أنت تتحدثين عن المنازل الذكية عن الشوارع الذكية إدارة المرؤد الذكية إدارة الصحة لخدمات الصحية الذكية وبالتالي أنت تخيرين ليس فقط من أداء تلك المؤسسات وإنما من سلوك الأفراد المجتمع الذين يستخدمون هذه الخدمات نعم سيدة أبيرلي ما يلفت الانتباه هنا بأن هناك تعاون أيضا في هذا المؤتمر أو هناك مشاركة من القطعين الخاص والحكومي كيف يمكن أن يجسد أو يكون هذا المؤتمر أو هذا المعرض مساحة للتقارب بين القطعين في التحول الرقمي؟ الحقيقة تضافر جهود مجموعة من المؤسسات نعم سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام أو المؤسسات ذات الهوية المشتركة إذا نأخذ القطاع الخاص ممثل بجمعية شركة تقنية المعلومات فنحن الحقيقة نحاول أن نطلع المسؤولين أو صنع القرار في الدولة على آخر سجد في هذا القطاع هناك أيضا يجب أن نذكر دور تمكين الحقيقة نعم لتمكين دور مهم جدا في احتضان هذا النوع من الفعاليات بما يخدم تطوير فعاليات المؤسسات أو الشركات العاملة في القطاع الخاص لتأهيلها من خلال دعم تمكين بكي تستطيع أن تكون ذات إمكانية تنافسية سواء مع الشركات المحلية أو الشركات الإقليمية نعم سيد عبالي العبالي رئيس مجلس إدارة جامعة البحرين شركات التقنية بيتك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك